السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة يديدة من ستيس كايلين طبعا حطينا الحديقة حطينا كل شيء وانتوا محد انا سويت تخطيط على رذم ولا على شكل الارض اللي هني على اساس اني اقعد اسوي شو لا اله الله لحظة هذا وين هذا عندهم مشاكل ويد هاي الغريب ان اللي يوصل ابعد شي ما قام يوصل بعيد سوين الحديقة اخر مرة والحينة الخطة اني افهم هاي مشكلتهم وشكله لازم احول هالشارع الاشارع والاشارع بالوسط الاشارع الرئيسي لان عندهم وايد مشاكل لحظة صبر خلنا اذا حولنا هذا الشارع الى شارع رئيسي اوكي بس هنا بوقفة اساس المكان وهذا الشارع انا اسف كالسركم هذا الشارع رئيسي حلو شو الخدمات توصل لهم احسن بعد اما بسبب ما لهم كثافة وايدة تزيد الخدمات تبدأ ما توصل خلاص الخدمات اظنى محسوبة على الكثافة السكانية هذا المشكلة الاساسية ولا المعضلة اللي تصير معانا لازم نوزع خدمات اكثر واللي هو وايد مكلف يستويه مع الوقت يعني اتكلم عن هام 720 توي حطيت اربعة ولا ثلاثة مقابل شو يا اخي مقابل شو مزين الحين موضوع الزباي اللي عندهم هاي الكرمتو شو نبو نسوي نبو نحلها فاول شي ببدأ احل الشوارع انا سويت شارع صناعية صح نايس نايس دايش سويت شارع صناعية هني خاطر يعرف اوكي انزين الحين اللي بنسوي بالطريقة هاي ببدأ احطي المسرعة هني لاني بحطي مصانع ودارة نفاياتي ديدة يمكن اندارة النفايات عندي تعبان استويت عقب المصانع شوي بس هني بنبدأ منطقه ديدة اللي هي منطقه بترولي طبعا هالموارد انا حطيتها عندي برش عشان تعرفون في وائد انواع برش نفس هذا تحطون على الموارد مثلا بكبر البرش هذا ارم اشل البترول ارم احطي بترول وحتى هذا ترع على الفكر انا حطنا المعلومة انزين قلت يمكن يفيدكم شي تبوون تسوموا شي اول شي بسوي بنحطي اساسات مصنع البترول مصنع البترول معنا بتأكد ان اندستري اريا هالمرة لان كل مرة ايه بالعيد نزين وبنحطي هني اساسات مصنع البترول شو الفوايد اللي هني نحن راح نمسكها من ورا المصنع هذا فوايد وايد اول شي موقع حلوب ثاني شي نبقى نسوي صناعة في البحر نزين مبدئيا بيكون هذا الحدود بس خلا براية هناك اذا بامتده الله كريم لان هذا اصلك اله بحر اول شي بنسوي بنحطي لنا خلنا نجو فضع الماء اوكي الكهرباء على شفا حفرة فخلونا نحطي كهرباء حق الناس الحين لو انا بيي وين مصنع الكهرباء هني نزين هذا كم قاعد يكلفني خلا خلا نسكر هذا هذا اصي اعطيني 140 ميجا واط يكلفني وايد هذا يكلفني ستمية سبعمية اذا بحطي نووي ليش اوقف اللعبة خلنا شغل اللعبة اح مينس الفين قمنا ننزل في الماينس نايس لانه عنده مشكلات كهرباء ما اظني منزين بحطي مصنع نووي بس مصنع نووي الحين في مكان نفس سوري مش هني في هذا المكان نحطي مصنع نووي يلا بسم الله المصنع بروح مفروض 640 ميجا واط يعني ها وووو فالحين اقدر ابيع منه تعرفون هالقدام هيلقوم الفحم اللي عنا نستعملهم هيل خلاص انا ما باهم لانه تكلفة على الفاضي يعني هذا يمكن احتفظ في واحد لان نستعمل نواية كهرباء يعني اتكلم عن 640 ميجا واط وهي الكم هاي اللي يصرف الفين في الاسبوع الفين في الاسبوع الفين في الاسبوع هذا الفين ثلاثمية يعني يجلي بالسبع تلاف هاي يصرف بسسعة تلاف بروحة فاذا افتك من هاي اللي نواية زي تصرفي على نفسي بعد بمسح واحد من هاي اللي ديد بروحة بيغطي المدينة زائد اثنين ممكن بعد ان نزل تكلفة الفين على عمارنا يعني تقريبا انا رديت التكلفة مع الكهرباء مقابل انتاج كهرباء عالي لانه هذا ينتج وايد هذا كم ينتج سؤال مية وربعين ميجا واط حلو معناه اصلا عندنا انتاج وعلي هذا كم ينتج هذا ينتج سبعمية وتسعة وربعين ميجا واط تخيلوا سبعمية وتسعة وربعين ميجا واط يعني شي ما نحن ما نقدر نستعمله حاليا لدرجة افكر امسح هذا تهلاكنا 500 ونرجع المدخول ما لازم نرجع هذا برجع المدخول لانه وايد صرف الصرف كبير والواحد الفين وشيء بالاسبوع الصرف يعني شوفوه اخضر كان بيكون مفروض احمر وايد يعني وايد يا فرقويانا فاذا احتشت اروم احطي مصنع ثاني في اي وقت وبيكون وفر عليه وايد مع الوقت سعره واكثر انزين الحين نرجع للبحرمان لوين بيكون عندنا المصنع البترول هنا مصنع البترول شوفوا دايما انا اظلم مصنع البترول انا ليش اسويها الطريقة هاي ليش ما اسوي موف التول اسمه موف الت هذا اللي يعرفه اللي ما يعرفه موف الت اوكي وامسحهم كلهم واسوي منطقة اهني عندي خلوني افكر اسوي 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 اشل هذا من جده مزين اسوي مربعا طيب اساسي للمكان مزين وهذا راح يخدم كذا منطقة تراه ما راح يخدمني انا بروحي راح يخدم محطة القطار ولازم نطلع محطة يديدة مزين وتوصلنا لين اهني وهذا نشبكه في القطار اللي اهني ونحطي حق ادارة النفايات بعد اهني اعساس ان الشاحنات تاخذ ذرب اقل لين اهني بتكون صناعية خلنا نكون واضحين لين اهني ممكن تكون صناعية فممكن احطي ادارة النفايات وهي المنطقة الحين الفكرة العامة نزين الفكرة الخاصة شو نحن بنبدأ وين اهني نروح البترول بنحطي مبنى الادارة مالهم وتبرتز ما بحطي هناك بحطي هنا في الوسط تراها عاد المنطقة بمدها يعني مش خضية ويسوي ازعاج حلو بنحطي مصنع واحد المصنع هذا راح يدير مجموعة اشياء منها سكن العمال ولا سكن الناس اللي موجودة في المصنع واللي هي راح تكون على البحر خلنا ندلع شوي سكن الناس وين ماي ما عندي خلنا نحطي لهم ماي على الشارع ونشبك في ماي الجامعة ونشبك لنا ماي بالطريقة هذي اوكي ما نشبك ماي في المنطقة هاي بنحتاج اكثر مع الوقت نزيل معناه راح نحتاج شوي سكن عساس الناس تسكن هنا طبعا هاي منطقة نائية وهاي واحدة من اسباب ان في سكنات يعني فاللي بيحتاج الوظيفة هنا ديركت بيسكن هنا ما بيسكن اخر الدنيا نزيل اذا بحطي بركس واحد على البحر وبركس اهني اوكي ثلاثين الف صرفنا توا نزيل مش غلط مكان البركس بس مكان هذا غلط خلنا نرفع هاي شوية نرفع هذا نرفع هذا بعد وشو نسوي ابا احطي حد للشارع عن طريق المينة الطريقة هاي من هني خلنا نسوي خط سيدة ومشكلة احنا بدينا فلوس نزيل عندنا وايد مصانع تدخل فلوس نزيل خلنا نرفع هذا التحديد شوية لين هني تقريبا نرفع هذا لين هني ونرفع هذا شوية اهني لحظة خلنا نسوي تيه بالطريقة هاي يالله شوف الحين اوك وهذا هذا وين العمال بطره راح يسكنون الشي الثاني ليس هناك هذا الشي الثالثة اللي لازم نصويه أحطي ا training أوووووووووووووووو هاي شكله بيكون حلوو product كبير نايس. نايس بيكون. اوكي هذا لازم اسوي الى مينة. مينة وازيد المنطقة هاي لين داخل البحر. طريقة هاي خلي خليها كامل منطقة بترورية محددة. مزين? لان شكلها بنحل الابو المكان. اوكي? بنحل الابو المكان. بس اول شي محتاجين نزيد شوي خدمات داخل عند البيوت ونزيد البيوت. بنزيدي هني بيوت وين المنطقة اللي قبلوش يا ربي كامي اياها على اساس اننا نحن يكون عنا سكان اكثر. مزين? ونبقى نحطي لهم مجموعة خدمات. لا 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 هاي خلا فاضح لا انا اسف. ابا هني احطي بعض الخدمات. هني وتحت الخطار. مزين? وبنحطي لنا هني بس عماير شوية. عند الخطار. تعرفون في الافلام. دايما في حد يسكن في عمارة عند قطار وينزعج. لا ما عرف ليش هالصورة في مخيلتي يوم اسوي هالسوال في هني. ما عرف ليش. دايما يوم اسويها احس الفكرة عجيبة. ان في حد لازم ساكن في زعاج. ما عرف ليش. حد عندها الفكرة هاي ان احد لازم يكون ساكن في زعاج. ما ظلنا انتم عندكم هالفكرة الشرية هاي. تبون توفروا لهم شغلات احسن مني انا متأكد. بس انا ما بوفر لهم شغلات نفسي. منزين. الحين في شغلات ما عندنا مثل عيادة عيادة ما عندنا. آآ الفاير والسجون وهذا امورهم طيبة. بس الحريق انا ما بالحين بتلش في حريق. بخلونا انقضل الفرصة حق الحريق. وحطي واحد من هذين الصغر. مفروض احطي اكبر. بس انت هاي لا بعرف. عندهم مشاكل تلوث شي سؤال. نو هس بلوشن هم اصلا نو هس بلوشن كله. فشو السبب ان هذين من بين كل الناس هم اللي. عندهم المشاكل هاي. مشاكل ناس تموت. خلنا نسوي مقبرة وين عند الخدمات مفروض. صحنا الخدمات هذا. ثانيا لانا في مقبرة هنا جاهزة تشوفونا. خلونا. نحطيها مكان. نفس هذا. اتشوف شو الوضع يستوي. اوكي. بنحط شوي دكاكين تحت. انا عبيت شوي فراغات هنا دكاكين داخل حديقة وغيرها. والحين بيونهم الموظفين. مو عندنا مشكلة. نزيل. وبنحطي شوي دكاكين. عند الحدائق. شوي دكاكين هنا. نغير من الردم ومن منها نسد الاحتياج. نايس. خلنا نرجع لي صديقنا البترول. نزيل البترول هني عندنا سكان عندنا كل شي محتاجين. ان نسوي مينة. اول شي محتاجين نسوي مينة يعني المينة باختصار اذا بسوي مينة. لازم اول شي. ابند هذا الخربطان. ما القربج كله. اوكي. اكس طلع هذا هو. بعدين نفتح تول هذا. ونبدل الفرشة هاي. يعني لازم اسوي المكان سيدة. اوكي. معناها المكان هذا لازم يكون شو سيدة. ليش? لان هذا بيتحول لمينة رسمي. مينة حق منه حق العمليات البترولية. سوي هني طريقة هاي. اوكي? في المستقبل راح نستعملها. لان هذا راح يكون معزول نوعا ما عن المدينة. شوفوا? ما يخصه في المدينة. بس هني بس ابا اسوي سموت شوي. الطريقة هاي. نزيل. بس هني ما باسموت. هني ابا مسدود عن كل الشي خلاص. بالطريقة هاي. شوفوا? وهذا نوصله في تقريبا هني. بالطريقة هاي. وهذا بعد نفس الشي بيستعمل على الوقت يعني ترى. بس ممكن نسوي الاحين اللحظة. بالطريقة هاي. ونسوي هني. هذا مكان الرسمية الحين لعمليات البترول حاليا لينا كبرة. لانا تسعين في المئة راح اكبرها اصلا. نزيل. وخلنا نصغل الفرشاة. ونشل الزوايا اللي داخل. في العادة. نزيل. شوفوا. في الطريقة هاي. بعد بيتم عنا النقطة. المكان. يا الله. لازم نسوي مينة. مينة ضخم. شوفوا. الحين هال مينة بيضم. شغلتين. اوكي. الشغلة الاولى اللي الحين بنبداها. اللي هي. بيضم لنا اننا نحن نسير نجمع منه. بيترول وخلي بترول نحطيه شوي على جنب الطريقة هاي. اوكي. ونمد له الشارع صناعية. لان البترول لحظة خلنا نسوي الشارع سيدة هني شارع سيدة هني. ونسوي الشارع ما يلبط طريقة هاي. هني. ستبع عنده شارع. ونسوي لشارع سيدة. وشارع سيدة. ونسوي هاي الحركة. وننقض المكان هذا من الغرق الحبيب. غرقان. نرفع شوية هني. نرفع شوية هني ونرد نرفع شوية هني ونرفع شوية هني. اوكي. حان اذا ترى على اللعبة مفروض يروح. على امل يروح. نزيل دقيقة. اوكي. تمام? راح ان الماء يزايد. وارتحنا من الشرب كله هني. الحين نبدو دوار نحن صغير. او ما يحتاج دوار وايد بدري على دوار. بس خلونا نسوي شارع لين هني شارع. لحظة. هذا قصته خيصة. هل نسوي هاي الحركة? اخذ الشارع. احسن وايد. خلنا نشبكة هني هالشارع. وهالشارع. نشبكة بالطريقة هاي. اوكي. واحدة من الشغلات يبالهم ممشى هاي. ليش? لانه بيمشي للدوام. فاذا عندي ممشى من اهني لين? الدوام. راح يمشون. يا خي مش لازم يروح بسيارة يا خي للدوام. خلي يجرب المشي. بنحطي ممشى لين اهني. هذا ممشى من ضمن العمل. خلنا نشوف. خلنا نمشي هذين وصله هني فقط. بالطريقة هاي. نوقفه. نسوي بالطريقة هاي. شو هالسيارة اللي هيا. هم في سيارة يتيابة حد. اشوف. هيا بتعمل شكله. انزين. الحين لازم يوفر الخدمات الثانية لها. يعني الحين هذا بيطلع لنا بترول. بس البترول وين بيروح? لازم يروح عندي تخزين صح? التخزين بخلي من وراء. شوفوا. لأنه. لا اذا خليت تخزين من وراء. خلوني احطي محطة الخطار اول. لاني بشبك محطة الخطار. اذا خلوني احطي محطة الخطار اولا مع الوقت بهاي السفينة. مش الاربورتوري. وين صار? السفينة اللي هي هذه. مع الوقت راح تنشبك ويدين اهني. معناه اذا. هي بشارع ذو تجاهين. من. يبدأ من هني. حلو ينتهي وين. اهني. اوكي. واحطي قطار طبعا هني بيكون المخازن جدام القطار اوكي. واحطي قطار اهني. كبداية اللي هو كارغو. اللي هو هذا حق الشحن. قطار شحن اوكي. اقدر اعصره هني على فكرة اذا ابو. اقدر اعصره هني بعد مش سيء. بس احس اذا مايل. باعصره شوي هني. مزين? وبحطي له في ماء في ماء اوه اول مرة احطي شي على الماء بالضبط. مزين? بنحطي له الشارع. اه قطار وين صار شوارع على قطار اهني? لحظة الشارع السيدة وين الحين نبوه وبنطلع الشارع من هني الصغير يتوصل هذا وبنعدله شوي صبر وبنطلع شارع صغير من هني هني اتوقع الصناعية ممكن يستوي عليها نوع من نوع الزحمة فخلوه فخلو المكان شوية مريح بس شوية نبقى نضبط النقاط ما السكة اللي هي نفسه هني خلو نرفع هني شوي ونرفع هني شوية تقريبا بنفس المستوى ونرفع من هني شوية وننزل هني شوي مش امية بالامية لكن من الممكن العمل معهم احسن من اول خلو ننزل هني شوي وننزل هني شوي ايوه نايس وني هاد الاتخاطع شوية اودي لداخل اساس يستوي اختار شو سيدة بالطريقة هاي الحين لازم احطي تناكي ليش التناكي هم اللي راح يسوون النقل هذا النوعية كله نزيل فبسوي تناكي لين هني بسوي تانكي لين وين او ولا سيدة اوكي ويتفرع من عقبها اذا يبي ياخدون شي لازم ياخدون لفة عودة ويرجعون له اوكي لان موضوع جامد الحين التانكي العود ما بيركب التانكي الصغير بيرفكت واحد هني ما بيركب بس بيركب بيركب ما عقوله بيركب هني بيركب بالعرض ممكن ممكن نركبه بالطريقة هاي ندرين ونسوي له شارع هني نسوي له شارع هني ونركبه الى الداخل ونركبه الى الداخل اح بي عندي جوية الحين اللي يبقى الصوب الثاني يكون موية الصوب الثاني زين موية الصوب هذا لا موالله بحطيك هني ايوة لازم يشل وحطي زين تانكي تانكيين بحطي اربع تناكيك بداية ولا اثنين ما بزيدهم خلنا يبلبرش بس اغطي على الفضائح اللي هني احسن يبين انه جزء من مبنى شوفوا الحين عندي موظفين عندي اللي هو الرقة هذا يطلع بترود بس ما اظني كفي ما اظني كفي شخصيا احسنه ما يكفي بس خلونا نشبك الكارغو كامل لان الكارغو راح نحتاج بوائد شغلات انزين يبان لنوع من انواع لان هالكارغو بيكون مش بوك في هذا الخط وهذا الخط اذا بدأ يصير هذا الصوبة راح تكون مصيبة بايب خط من وين من اهني من فوق الجسر اوكي من فوق الجسر هذا ابا اي خط خلوني اوشي نحطي لهم وينهم بيمشون بالطريقة هاي زين واني بخط بالطريقة هاي حلو بنعدل شوي اقول اتم طريقة هاي يبالة تعديل بس بس حاليا مش فايق الله لان در طويل اذا بعدل طريق نفس هذا الحين ما بخلص صراح اذا ربعض المشاريع اللي اهدها بهذا السبب يعني اذا بخلص اذا ابا عدل الصدق كيف انا ابا ما بخلص و الله ما اخلص يا جماعة نحن نبا من هنا نقطتين حلو اول نقطة بتروح يسار حلو بعدين بتاخذ عن درب المزارع يمين بعدين بترجع تنظم لنقطة الاخطار اللي موجودة وين اهني نظمها من اسهل شي في العالم بس اوكي النقطة الثانية اللي هي وايد صعبة حاليا اللي هي هاي اه ممكن اه نايس وايد اوكي استواتوا بالروحة لان ما باقضي الحلقة كلها هني صراحة بس خلوني احطي هالقطار بطريقة هاي انه يكون شغال والقطار بالطريقة هاي بس انه شوي يكون مرتب شوي يعني يترتب شوي لانه بعد مش مشبوك شوفوا على الحال هذا القطار ولا هذي السكة مع البيباس ولا مع التجاوز راح تقدر انهاتي بس هذا وايد قبيح لحظة المكان خلنا نعدل شوي انا قلت ما بقضي بس لان المشكلة اذا واحد يشوف شي ما يقدر يعني يخليه في حال هذا مش وايد غلط لا وايد غلط لا لا وايد غلط لا لا يمكن اتخاذه لعنا بالطريقة هاي يعني انه يكون احسن على خل من بعيد الواحد يشوف يكون له الشكل عمليا هذا المكان الحين موصول في الشبكة كامل وعندي البترول مفروض انه شغال اوكي براكساتش اخبرها ولا السكن السكن اوكي حلو بس اللي محتاج ازيد شوي العمليات البترولية احس فراح ازيد منه رقق آآ ماذا صار هذا رقق 45000 يعني الحين بينها الحين بحطي ثاني جنبة مكان سهل وصول الناس مكان كل شيء مزين الحين صار عنا رقوق. رقوق هاي راح توفر ويد احتياجات بس احس اه اذا ما في حركة صناعية في نفس الوقت. راح يكون تعبان. تعبان من الخاطر. من جين. فبسوي كالتالي. ابوه. طلع من هني شارع. لا لا لا. هالشارع لازم يكون سيدة لان اي رقوق بيه بيكون هني. زين? واي شيء يبون الجماعة بنوصل عن طريق هذا الشارع هني. بيكون عندنا مينة صح? اذا المينة عندنا هني بيكون اوكي. الحين هذا محتاج يتوصل سيدة في هالشارع. بس شوفوا هالديزاين بيوفر علينا زحمة. لان ما يقدرون يرجعون لهذا شو الشارع الثاني. يقدرون يروح بالعكس يعني. بس ما يقدرون يزحمون المكان امية بالامية. شوفوا. فبيتقسم الشغل ما بين مكانين. من الحين شغالين تصدير ترى. من الحين شغالين جماعة تصدير. المصنع الاساسي اللي حيضة انا كنت باع. كان مصنع بلاستيك. ونبل اف شور درلينك. كنا نبا ولا تحطون الفلوس. فلوس بتيه. زين نلفة نكتر بلان اهذا يحول بلاستيك. عندي منتج. وعندي البترول الى بترول مفروض السيارات. قريبا. وعندي اللي هو. فترو كيميكل. زين شو الفرق هذا النفطة كراكا. اوكي اهذا النفطة نفسه. نفس الشي. بس هذا كم? 4000 يونيت سبرويك. او 8000. يعني هذا دبل هذا فعليا. وهذا يسوي انه نفس الشي. بترول نفس هذا. بس هذا اكبر. الشكل بسوي المصانع الاكبر بدون ما اسوي اللي صار. بس خلونا ازيد المناطق السكانية اللي هني. عندنا مناطق سكانية بنحطي ايها شوي عماير. واحد انا ها ما بحطي اي عماير. وهذا اخليه فاضي ولا بيوت وحطي الخدمات كلها هني. خلونا نشوف اذا اشتكوا ومع هذا التذكر صراحة. لان الحين مو عندهم عيادة صح. مو عندهم عيادة. مو عندهم عيادة. خلونا نحطي عيادة. انا مش فاهم التوزيع حاليا. بنحطي العيادة. هني. وبنحطي عيادة هني. عيادتين في المكان. بدل عيادة. اوكي. لان ما يستوي الوضع بالطريقة هاي الحين لازم يبنون بيوت افضل. وفي حدايا قبس. برد بحطي لهم حدايا قفضل. انزين. على الحين خلنا نشوف ترتيب المكان كيف. ترتيب المكان هذا الشارع لازم يهني. اوكي. ولازم يستوي عندنا تفرع من هني لين. هني ونخلي هذا شوي نوع من انواع الفضاوي يمكن نحطي حذيقة ولا شي. بنشوف. وعقب بنبدأ انتاج اول شي اللي هو البلاستيك. اللي هو هذا. هذا ما بيحتاج كلها المساحة. والكراكر ما يحتاج هذا كله. نايس. فمعناه بحطي من هني لين هني. الشارع. من هني لين هني الشارع. من السكن لين هني. يقضون يومهم مكان قريب. ما يكون ويد بعيد. ابا شوية اضغطه هني. ما بعمتد كامل بترول. بحاول شوية اني اضغطه. بحطي هني اول شو? بترك المكان لحق. هذا بيكون مصيبة هذا خلونا نحطي هني. يمكن هني على يمين نحطي حذائق ما بها تموت من قبل لا تنحط. وعندنا الشي الثاني. هذا الفلاستيك الحين. في تركي مكلة. وعندنا الشي الثاني النفطة وينسار اللي هو هذا. هذا الحين بنحطيه. بس يستوي لنا فلوس ثاني. هذا نقدر نحطي ثلاثة مخابر واحدة. نحطي شارع وراء بحطيه على الشارع. نزيل. بنحطيه هني. اوكي? المواد الخام راح يبونه حقهم. الحين هاي اللي كان ناقصينا قبل ترى يعني انت تقولوه كان ناقصنا صراحة. بس انا ما اشوف كيف الشاحنات. ما بشابكنهم هني. يعني ما بفاهم ليش انا ما بشابكنهم هني. ممكن نسوي تفرع شارع خطير هني. يعني اسوي جسر. زين بس مختص حق هذا المنطقة. غير الجسر اللي ما شبوك فيه اصلا. خلونا نحط التول العدل. خلنا انيب جسر. 18 مفروض ما ايه. 18 21 الى 18 بعد ما يستوي هني الى 18 الى 15 النزلة. وين? اهني 15 12. 12 ارتفاع كافي اكثر مكافي. وبعدين النزلة وين? اهني. خلو? وهذا المكان بنحط فيه دوار. الدوار الصغير اللي هو هذا. بنحطيه بالطريقة هاي. حلو? وبنشل هذه التفرعات منه. وبننزل هذا الشارع وين? عليه. حلو? الحين مش اخر همومي شكله. ابا شي يشتغل. ابا شي شغل. ابا شي شغل. ابا شي يشتغل بس لا اكثر ولا اقل. بصراحة هنا. بنحطي. بالطريقة هاي الطلعة. ونبا. على الاقل من نفس المكان. غير نفس الشو? المكان. ادري قلت اخر همومي شكله بس. بس على الاقل يكون عند بعض يعني بالطريقة هاي. اوكي. هذا الشارع بايسيكل هني ما في دور طبعا. مزين? مثل ما تشوفون. هني الشارع. اساسا يعني هم مو بحسن شي في العالم بس الحل ما لا راح يشتغل ان يوصلوا في بنوم في الهايوي. من الطريق ثاني اقرب من اللي هو يروحها الحيني. هيروحوا اللي هنا الهايوي. وبيزحمون نفس المدينة اللي تنزحها مهني. سوي شي على الطاير باعي شكله مفوق مش وي سيء. وهم شي شكله مهني بس الدوار شكله معوق. المهم وقتنا. الحلقة خلصة. شوفكم حلقة خادمة ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.